أنا من أتحدث أتحدث بصدق، النواب الذي قاله أنه علاقة بين أسعد العيداني وأحمد شايع كل الحضور يمكن وهي نحن الآن أمام الإعلام وممكن أحمد شايع يلزم قريباً يعني ممكن يعني مبعي بس الصدقيني أنا ما يوم من الأيام شايف أحمد شايع غير بالصور أنت شخصياً صدقيني أنا أسعد العيداني من أقول لك إن شاء الله صادق بي أنا ما أعرف أحمد شايع إلا بالصور أحد النواب يقول والله أسعد العيداني حصل أربعة آلاف صوت بالفاو طيب لو فرضنا جدلاً أنه هاي الأربعة آلاف صوت وجهه لأحمد شايع هل جمهور هذا الأخ النائب اللي صوتوه لي يوم من الأيام ما بهم واحد عنده خطيئة ما أدري ولا اثنياً ليش كبرنا موضوع أحمد شايع بهذه التضخيم يعني شنو الغاية من عنده ما هو أول سجين يهرب بالمناسبة أحمد سجين ما أحمد شايع عفوا ما هرب يعني عفوا ما هرب من السجن هرب من السجن والضابط الآن مسكناه والتحقيق جاري وممكن نوصل وإذا أتمنى من الأخ النائب اللي ذكر يقول علاقة أحمد شايع بسعد العيداني أتمنى من عنده يتجرأ ويقول أحمد شايع عنده علاقة بالجهة السياسية الفلانية وسابقاً كان عنده علاقة بالجهة السياسية قبلها هذه نقطة أما نور زهير ما علاقة بين زهير لا أعرفه لا أرى لكن الملك لديك أستاذ أسعد لا لا أرى نور زهير لا أرى دعوه يدري هذا الأخ النائب الذي ذكره أنا لا أرى نور زهير نور زهير دعونا نكون واضحين كثير من السياسين يعرفون نور زهير لكن يتجرؤون يقولون صدقيني أنا لو عندي علاقة بالنور زهير أقولها أمام الأشهاد لأنني أسعد أنا أشكرك سيادة المحافظ اشتركوا في القناة